شارك سعادة الدكتور عبل طيب الراشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية التي عقد اليوم في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس ومعالي الأستاذ جاس محمد لبديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأس جانب مجلس التعاون معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بينما ترأس الجانب التركي معالي السيد هاكان فدان وزير الخارجية تم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية الصديقة وأوجه التعاون المتعددة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بها إلى مستوى أشمل بما يخدم مصالح الجانبين الصديقين ويعزز من دورهما الإقليمي وجهودهما لتحقيق النماء والازدهار وتعزيز المصالح المتبادلة وتقرر في الاجتماع الموافقة على تمديد العمل بخطة العمل المشترك بين الجانبين للفترة 2025-2029 ومواصلة عقد اجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وتهديدات الأمن والاستقرار الإقليمي وانعكاسات الحرب على قطاع غزة والجهود العربية والإقليمية الرمية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع والمساعي الهدفة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية اشتركوا في القناة